السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ان شاء الله اليوم راح نبدي دروسنا الالكترونية لإكمال منهج الصفة الثالث المتوسط اليوم راح يكون الدرس الاول من الفصل السادس بعنوان الكهربائية والمغناطيسية ان شاء الله الطلاب تستفيدون من هذه المحاضرات وان شاء الله نقدر نوصل لكم الموضوع بابسط ما يمكن بسم الله الرحمن الرحيم الفصل السادس من عنوانه الكهربائية والمغناطيسية الكهربائية والمغناطيسية هذا عنوان الفصل بشكل عام هذا الفصل راح تشوفون يقسم الى قسمين قسم الاول من العنوان اللي هو الكهربائية والقسم الثاني المغناطيسية بالبداية راح تشوفون عالمين برذو بهذا المجال اللي هو العالم أورستد والعالم فارداي راح نشوف من خلال هذا الفصل العلاقة بين الكهربائية والمغناطيسية بداية بدأ العالم أورستد من خلال إجراءة لتجربة كما موضحة بشكل التالي راح نشرحها التجربة انه هو قام بتجربة علمية والتجربة هذه أراد من خلالها انه يشوف شون ممكن يولد مجال مغناطيسي من خلال مرور كيار كهربائي فبالبداية راح أشرح لك التجربة من ثم أرجع لك على الأشياء اللي لاحظها العالم أورستد في تجربته ومن ثم توصل إلى الاكتشاف بعد التجربة التجربة سؤال هنا مثل ما واضح يقول اشرح بالتجربة كيف يتم توليد مجال مغناطيسي لتيار كهربائي الأدوات أبرة مغناطيسية تستند على حامل مدبب سلك غليط طولة 30 سنتيمتر بطارية فولتيتها 1.5 فولت اسلاك توصيل ومفتاح كهربائي لغلق وفتح الدائرة الكهربائية احنا هنا أبرة المغناطيسية يقصد بيها البوصلة هسا نبدأ بالخطوات شنو اللي صار شون قدر العالم أورستد يتوصل إلى اكتشافه النقطة الأولى يقول نترك الأبرة المغناطيسية حرة لتتجه بموازات خطوط المجال المغناطيسي الأرضي هذه هي الأبرة المغناطيسية أجيبها أتركها حرة بدون ما أثر عليها أو أخليها تشير مثل ما احنا نعرف إلى القطب الشمالي والقطب الجنوبي وحنا مرت علينا سابقا بالفصل الثاني اللي بوصله وعرفنا أنه الرمز N يشير إلى القطب الشمالي وS يشير إلى القطب الجنوبي بعد ما أتركها حرة الحركة بعدها نجعل السلك فوق الأبرة من شفتها ثبتت بهذا الاتجاه بحيث أشرت لي إلى القطب الشمالي والقطب الجنوبي أجيب هذا السلك وأخليه مباشرة فوق البوصلة المغناطيسية نجعل السلك فوق الأبرة بحيث يكون موازي لاتجاه محوارها مثل ما تشوف هذه هي أبرة البوصلة وهذا هو السلك يكون موازي لأبرة البوصلة نغلق الدائرة الكهربائية من خلال أكيد المفتاح الكهربائي لفترة من الزمل نلاحظ انحراف الأبرة المغناطيسية بعد ما غلقت المفتاح الكهربائي تشلاحظ العالم أورستد لاحظ انحراف أبرة البوصلة استغرب إنه شنو السبب لانحراف أبرة البوصلة بعد ما غلق الدائرة الكهربائية شن لاحظ انحرافها؟ لاحظ انحرافها بوضع عمودي على طول السلك هذا هو السلك بهالشكل لاحظ إنه أبرة البوصلة أصبحت بشكل عمودي بهالشكل منه أبرة البوصلة السلك هو ثابت لكن شنو اللي كان تحرك بشكل عمودي هي أبرة البوصلة تمام ومن ثم لاحظ عودتها إلى موضعها الأصلي بعد انقطاع التيار الكهربائي قطع الدائرة الكهربائية لاحظ إنه أبرة البوصلة ترجع بشكل موازي لسلك الكهربائي فشنو سوى الخطوة اللي بعدها؟ عكس اتجاه التيار شون أنا أقدر عكس اتجاه التيار؟ من خلال عكس قطبية البطارية احنا ماخذين بالفصل الثالث عرفنا إنه اتجاه التيار الكهربائي يكون من القطب الموجب هذا اتجاه السهم بهالشكل من القطب الموجب للبطارية باتجاه القطب السالم الخطوة الرابعة من التجربة عكس اتجاه التيار وذلك بعكس قطبية النضيدة ومن ثم غلق الدائرة لبرها من الزمن فلاحظ إنحراف أبرة البوصلة باتجاه معاكس لاتجاه الحالة الأولى الخطوة هذه الرابعة شنو سوى؟ عكس لأقطاب البطارية ومن ثم غلق الدائرة الكهربائية مر عدي تيار كهربائي لكن هالمرة بعد ما عكسه أصبح القطب الموجب للبطارية بهذا الاتجاه والقطب السالم فأكيد رح يكون بهالشكل اتجاه التيار الكهربائي ومن ثم أكمل إلى القطب السالم فلاحظ إنحراف أبرة البوصلة باتجاه عمودي لكن معاكس فالخطوة الخامسة يقول نكرر الخطوات على ماذا نستنتج خلي نشوف شنو استنتجنا من التجربة شنو الشي اللي استنتج العالم أورستد ومن ثم أدى إلى اكتشافه لهذه النظرية اللي أثبتها فيما بعد يقول عند مرور تيار كهربائي في سلك موصل يولد مجال مغناطيسي حوله فيؤثر على الأبرة فيحرفها عن اتجاهها يعني العالم أورستد توصل إلى اكتشاف إلى أنه عندما يمر عندك تيار كهربائي في سلك أي سلك كهربائي يمر بي تيار كهربائي ش رح يولد حوله رح يولد حوله مجال مغناطيسي شون اكتشفه اكتشفه عن طريق هذه الأبرة المغناطيسية البوصلة فهذا هو ملخص تجربة أورستد أو اكتشاف أورستد هزا رح أرجع لك على الأسئلة اللي مذكورة سابقا يقول لك من الذي لاحظه العالم أورستد في تجربته شنو الشي اللي لاحظ العالم أورستد في تجربته اللي شرحناها يقول انحراف أبرة مغناطيسية موضوعة بجوار سلك هذه هي الأبرة المغناطيسية عند انسياب تيار كهربائي فيه يعني لما يمرعد تيار كهربائي وأخلي بجانب أبرة مغناطيسية رح ألاحظ انحراف الأبرة المغناطيسية عند مرور التيار الكهربائي مما أدى ذلك إلى الاكتشاف اللي توصل للعالم أورستد وطبعا هذا الاكتشاف فتح لنا هواي مجالات واكتشفوا على أساسه هواي أجهزة كهربائية رح نمر على ذكرها إن شاء الله بالحلقات أو الدروس الجاية شنو اكتشاف العالم أورستد؟ ممكن يجيك هذا السؤال واحد يقول تولد مجال مغناطيسي نتيجة تيار الكهربائي المار في سلك مواصل إذن هذا هو اكتشاف العالم أورستد اللي هو أنه أنا أقدر أحصل على مجال مغناطيسي عندما يمر عندي تيار كهربائي في سلك مواصل هذه السؤالية تابعي للتجربة اللي وضحناها مثل ما موجودة وطبعا هذه التجربة موجودة بالكتاب لكن للتوضيح أكثر أنا خليت لك رسوم الكتاب نفسها وهي هذا الملخص حتى يكون عندك الصورة أوضح من الرسم أجي هسه أشوف الأسئلة اللي بعدها السؤال اللي بعدها يقول ما سبب عودة الأبرة المغناطيسية إلى موضعها بعد انقطاع التيار شنو السبب إنه الأبرة المغناطيسية رجعت إلى موضعها بعد انقطاع التيار الكهربائي السبب الجواب ذاكرته إليك أنا الجواب بسبب غياب المجال المغناطيسي نتيجة لانقطاع التيار الكهربائي يعني شنو السبب إنه الأبرة المغناطيسية رجعت الموضعها ما عندي مجال مغناطيسي ليش ما عندي مجال مغناطيسي لأن أنا قطعت التيار الكهربائي عنها هذا السؤال كذلك يخص التجربة اللي سبقوا ذكرناها السؤال اللي بعده يقول ما سبب إنعكاس إتجاه الأبرة المغناطيسية في الحالة الثانية شنو السبب؟ شوكت إنعكست؟ إنعكست الأبرة تجاه الأبرة المغناطيسية إذا تتذكر قلنا لما نعكس أقطاب البطارية إنعكس أدي تجاه التيار الكهربائي وبالتالي إنعكس إتجاه الأبرة المغناطيسية إتاجه